السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من انا وصير جامر معكم اليوم بمقطعة جديدة. وسلسلة جديدة بالقناة. سلسلة الماستر ليك لبيس 2021. لا تنسوا ببداية اضغطكم على لايك واشتركوا بالقناة. طبعا عدد اللايكات بيبيم مدى حماسكم للسلسلة. اذا وصلنا ان شاء الله فوق العشرين الف لايك. فهذا يعني انه انتم متحمسين للسلسلة. وراح اكثر لكم حلقات على قد ما بقدر. فحطوا لايك بالبداية واشتركوا بالقناة. طبعا الفريق اللي احنا اختاره هو فريق مانشستر يونايتد. وتعمدت اني اختار فريق ما اخترته من قبل. لانه انا اخدت برشلونة من قبل اخدت ريال مدريد. اخدت فرق يعني قوية. فحبيت اني اخد اليونايتد ونحاول نرجع امجاد اليونايتد. فاشتركوا بالقناة بالمرة ازا ما اشتركوا. ما باشي على تسعمائة الف. ويلا ما بدنا نطور اكتر بالمقدمات. خلونا نبدأ. طبعا مانشستر يونايتد يعني بغض النظر عن تشكيلته انه حاليا ممكن تعباني. لكن بظن ميزانيتهم عالية. تمام? وال شي بيساعدنا ممكن نجيب ايكونات نخلي كل موسم نجيب ايكون او شي. فاي بيكون شي جدا رهيب. فهاي مانشستر يونايتد شكيلته الحالية نوعا ما مقبولة. لكن في امكانية للتحسين كتير باول موسم. هون بيطلع للمدربين. عندك طبعا هو اسطورة يونايتد. لكن انا مين بدي اختار لك كل هاي مدربين. مليان مدربين صراحة. لو حاطين كنت اخترته لكنه ملا موجود. فما في معنى عم ناخد طيب هون بقى حاطت لنا الاعدادات. تكرار النقل. اوكي عادي. امكانية عادي. ما رح حطة كبيرة مشان ما يكون الوضع سهل. قالية كبيرة نسبيا. اوكي شوفونا تقديم انا يعني عند الادارة وهيك عم بدخل عم بتعرف على النادي وما بعرف شو من هالاشياء. طيب ما رأيك الناس على الفوز بالدوري. يهو الدوري مرة واحدة صار لكم مو اخذين دوري من وقت بس انا موجود صح بس كمان بدي وقت يعني مشان يطلع لها. رح قال لهم يمكننا انهاء الموسم بالنصف الاعلى من الدوري. طيب اول مقابلة صحفية عم يقول لك هل تعاقدك مع هذا النادي هي ابرز لحظة في حياتك المهنية. اكيد انها اعظم لحظة في حياتي الرياضية. اه هون عم يرحبوا فيني بالنادي ومن هالكلام. طيب بالبداية خلينا نلقي نظرة على تشكيلتنا. بالوقت الحالي. طيب والله تشكيلة جيدة نوعا ما ها. الدفاع مقوير خمسة وثمانين وات. مية واربعة وتسين سنتيمتر. والله التحام الجسدي اربعة وتسعين يا جماعة هذا متأكدين انه مقوير. انا بعرف انه يعني ما حدا عاجبه مقوير. اوك بساكل ريتنج عالي. ظهير لي صار شوي تعبان. اه لك شاو اعلم منه ممكن ان اللعبه اساسي. فشوف ممكن تلعب لك شاو. بشكل عام التشكيلة والله ما لا سيئة. عندك برونو فرنادس بوغبا. اه رشفورد ممكن يلعب حتى كمهاجم. بظن منيح. لا والله ممكن لها لقيت كمهاجم. كجناح هو افضل. وعندك جرينوود. فشي رهيب الصراحة ومن الممكن كما انه نعمل يعني نحنا تعديلات زيادة لانه اكيد رح نجيب لعبين. عندك فاندي ب حطيناه على الاحتياط. فالتشكيلة بالمجمل جيدة والريتنج اعلى من فيفا تقريبا لاغلب اللاعبين. بوغبا نفس الريت. اه برونو نفس الريت بساكل نفس الريت. بس الريتنج اعلى. اه مقوير الريتنج اعلى. مارشيل يمكن اقل وراشفورد اقل. فالريتنج قريب نوعا ما يعني بتدري تقول. فشوف جدوا المباريات تحت عنا اول مباراة فورا ضد ريال مدريد. هذا اهيك. لسه ما قلنا بسم الله ريال مدريد. بعدين في يوفنتوس في ارسنال وعندك فريق تعبام مثل بنفيكا. فماشي. خلينا ندخل على موضوع المفاوضات. نعرف ميزانية النادي. ومن هالكلام. عندك ميزانية انتقال 727. لا بس رح يمكن نلعب شي تاني. على حسب الاول حلقة معروفة ان رح تطول لانه لسه عم نبني فريق. اه ممكن نطور المحور نجيب محور تاني مع بوغبا. وايضا جناح يمين. تمام هاي ابرز الانتقالات. خلينا نشوف شو في اجنح ياسان متوفرة. لانه لوك شو جدا سيء صراحة. روبرتو كارلوس ايكون. اوكي والله موجود كتير. ما بعرف ليش حطينه مع الالبيات. بس ماشي. اوكي نايس. منقلينا على يونيتد. واو واو كنا وفرنا مسألة الظاهير اليسار. ولا برأي انا اشتريه وخلص يعني حتى لو رح ادفع عليه. بس هو لانه المفروض يجي معنا يعني بكل الاحوال. طيب خلينا نعمل بدء مفاوضات انتقال. منقدم لبورتو. 38 مليون. فابظم مناسب يا صراحة. ان شاء الله انه يوافقوا. خلينا نقدم. هذا اول عرض لانه المفروض اصلا معنا. بس ماشي نحن نشتري يعني وخلص. شو بدنا نسوي. سول والله طاقاته حلوة. 87 ريتنج. ايكونات شو حطين. لديك عندك فرانس بيكنباور. عندك انيستا. واو عندك بطريك فييرا يا جماعة. اوو نايس. عندك نين جولان. واو بقدر جيبه هيك فورا. صح انه عمره 32 سنة بس بيلعب معي موسم. وببلاش. وهنا ديونج. ديونج. سبعة وثمانين ريتنج. وبصراحة طاقاته كثير مغرية. خلينا نشوف برشلونة. داي ممكن يطلبوا فيه. واو. لي 72 مليون وغير راضيين. رح اقدم لهم 79 مليون بظل مناسبة لديونج. تمام. اه نعطيه راتب ثلاث سنوات. ويعني شوية شغلات مشان يقبل على اساس. خلينا نقدم له عرض. ماشي. عندك غورتسكا لعب بايرم ميونيخ. كمان طاقته منيحة منقدم له. ليش لا? اووو يا جماعة شرط الجزائي 45 مليون بس. لغورتسكا. بقدر اخده ب45 مليون يعني. وهو 85 مليون. فوالله منيح صراحة. اذا ما قبله على ديونج. بجيب غورتسكا. والله ك ممتاز. 3 و60 مليون بقدر ان يجيب اللاعب. وعادي بممكن نجيب ديونج زيادة. ليش لا? الان بقى قبل اي شي عنا مباراة. ضد مين? ضد ريال مدريد. واو. هذا قبل ما اتعاقد قبل ما اي شي. لازم نجرب اللاعبين. تمام? نشوف مستواهم كيف. ونحكم. ممكن لاعب عالي ما يكون ممتاز. وانا اصلا ما لي متعود صراحة اللاعبة. فكل هاي الشغلات بتأثر. رح خليوني على خطوطهم العادية. اوكي. جيدة جيدة سرعة اللاعب. انا شايفها. يا شباب ه المباراة المدرب وبالتأكيد سيكون هناك بعض الملح. او. 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 اتلاها دخية. اتلاها دخية. جي جي يل'ح. أطيئة واحدة يا شباب بالله بالله دافع مثل الناس لجن أنوني طيب انتهى الشوت الأول بصراحة لعب صفر ما ليعرفان ألعاب وهن هن عم يظل يشوت وعم يظل يشوته فالوضع صعب بصراحة لازم نتعود على لعب زيادة والمستوى عالي يعتبر باللؤية الحال يمكن نقلل شوين بقى ألا بتعود على هاي برجاء على فيفا بلاقي حالي ما عدا عرفت ألعاب كمان يا شباب جيت بالعرضة حلو يلا 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 روح يا شباب منزوع زر السرع عندي وزر الشوت كمان منزوع يا حكام يا حكام في فول أوكي خسرنا أداء منيح بصراحة بس أنا ما ليم تعود على لعب بشكل عام ريال مدريد هدول ملون أي فريق فطبيعي أنه يخسرونا حتى لو نحنا مناح يوم التفاوض أوكي يا رب بقى يردوا علينا لأنه بصراحة الفريق هيك جدا سيء الفرق كلها رافضة يا جماعة ما في غير كيمتش موافقين شوف تحت على اليمين كاتبين لقد انهارت المفاوضات لم يرى مستقبلا في نادينا دي يونغ أوكي بسبب شكوك حول فرص مشاركته طيب ما في غير كيمتش إذا هيك وافق حتى تليس ما وافق لأنه قال لعب مهم بالنادي تابعه فما في مشكلة كيمتش ممتاز بصراحة بهاليمة هاي أنا شايف أنه جدا ممتاز فخلينا نعمل قبول للشروط وهذا بيكون أول تعاقد إلنا بالسلسلة ولكم يا كيمتش اللعب ممتاز صراحة وأكيد رح ينفعنا ولكم 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 والله هاي صراحة كيمتش اشتاقته بتقوله أنه أسطوري ماشي رح لعبه جنب بوكبا هلأ لكن ما زلت محتاج صهير يسار تليس ما وافق فلازم لازم نجيب صهير يسار لكن بالمجمل الآن نحن عنا محور ماشي خلينا ننزله هون اللي هو وينك يا كيمتش وينعطيهك يا سلام الآن خطوصتنا الصراحة صار أسطوري بوكبا وكيمتش وبرونو فرناندس لكن ما زال عندك مشاكل بالدفاع عندك مشاكل بالهجوم حتى مارسيال يعني الريتنج عنده موهل عالي لكن أوكي رح خليه ممتاز لكن بالإمكان أنه نجيب شيء أفضل لكن الظهير الآن هو أهم شيء تليس ما وافقه فلازم نشوف لشيء ظهير في غيره شوف يا جماعة الريتنج عنده 82 كظهير هو ممتاز وبتطور كثير عمره صغير يعني هذا الشيء بحد ذاته حلو لكن ما بعرف إذا رح يوافق ويعني أو لا بس ديت الشرط الجزائي كامل الشرط الجزائي 46 مليون ماشي ليش لا وبنعطيه عقد ثلاث سنوات ماشي طيب فرلا مندي تبع ريال مدريد عنده 83 يا جماعة كما ممكن يكون منيح بحالة إذا ما وافق هذاك فهذا بيوافق أوكي خلينا ندم عرض لمندي كمان هيك منكون خلصنا من مسألة الأظهر اللي صار ما بظل أنه فيه ظهير ثالث ممكن يكون ممتاز لأنه شفت الباقي كلهم يا أعمار كبيرة يعني فيهم مشاكل لأنه لعبة القلبة مثلا عمره كبير روبرتسوم صراحة ما عم فكر فيه لأنه بطيء فهدول هنين أفضل اتنين ممكن أنه نجيبهم بالوقت الحالي خلينا نشوف هون كيميتش طبعا ننضم للنادي فمنقله ولكم رح نجربه بأول مباراة يعني عنا مباراة ضد ما بعرف مين ضد من فيك رح عمل تخطي بصراحة فما بيهم ما بدي يلعب هاي المباريات الودية فزنا فزنا واحد صفر لأنه بدي يتعاقد الآن أنا بس جربت الفريق بمباراة لأنه كان لازم أن يجرب الفريق يا شباب ما بدنا مباريات بدنا الاندي ترد علينا ياهو طيب تم الانتهاء من الشروط تم الانتهاء من الشروط لاتنين تقريبا أنه نوافقه والله ما نعرفان صراحة بق مين بدي يجيب من بيناتو أنا برأي ديفيز أحسن لأنه أصغر رح نجيب ديفيز إذا هيك خلينا نعمل قبول للشروط ندفع 46 مليون طيب عنا مباراة ضد يوفنتس رح عمل تخطي طبعا الدوري رح نلعب المباريات تقريبا أغلبها ففزنا ضد يوفنتس واحد صفر نحن وريال مدريد يعتبر متعدلين بالنقاط مو مهم هاي البطولة أصلا ما بتهم كلها المهم أن الاندي ترد علي مشان هاي هاي لا تقدم كلها الأيام وصل ديفيز يا جماعة وصل 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 والله أصلي زهير أسطوري يا جماعة سرعة بدك موجود كل شيء موجود مراوغات لسميده موجود فشيء رهيب طيب هات لشوف اكتشاف اللاعبين جايبين للعبين هيك اقتراحات جايبين لرومانيولي بلعبون يستحق المشاهدة والله ريتنج 84 منيح واو دعونا نشوف كولي بالي قديش ممكن يطلبوا النادي غير راضي على الرحيل أحد لاعبينهم نحن رح نقدم عرض ماشي نشوف إذا ممكن يوافق أو لا لأنه رح نقدم لأكثر من سي بي خيمينيس كمان نفس الكلام رح أقدم له عرض ماشي مسلا ب61 مليون ان شاء الله انه يوافقه رافايل باران 27 سنة 88 الريتنج ممكن نقدم له عرض ما نظن انه رح يوافقه يعني ريال مدريد بسوق والله شرط جزائي عالي 98 مليون خلاص حيك ممتاز خلينا نقدم بقى لأنه رح يبدأ الدوري المفروض ما بعرف قديش بقيل الدوري أيوا بقيله فترة بسيطة بس ان شاء الله الاندي ترد علينا ونقدر نجيب بعض اللاعب لأنه ناوي يدخل الدوري بصراحة بتشكيلة مليحة على الأقل يعني تكون بنلعب فيها فبالنسبة لهون أوكي كولي بالي ما وافقوا ما وافقوا ما وافقوا عادت فريق اللاعب وقدموا شروطهم فاران طلبين 88 مليون أوكي ومندي آه هذا مندي من أول والله لفاران طلبين بصراحة عالية لفاران بس بظن انه بيستاهل يعني سريع وممتاز فاران فـ متو 80 مليون يعني صح انه مدافع بس يعني بيستاهل والله يبيستاهل خلينا نجيبه لأنه خلاص رح يبلش الدوري ما رح لح اتاقد مع سي بي. فممتاز. جبنا فاران هيك. خلينا نضمه للتشكيلة الاساسية. آه لازم نقدم بالاول. ونرحب فيه بالنادي يعني اول شيء بعدين نضمه للتشكيلة. آه بس هيك ترحيب على السريع. ولكم فاران ولكم. انا قلت لحالي رح يعمل يعني يقول انا يعني رح امسك لكم الدفاع ومن هالكلام. فخلينا نجيب فاران سي بي اساسي. بصراحة الدفاع صار ممتاز. انا شايف. دايوز وفاران تعزيزات جدا الاسطورية وعندك كيميتش. بالنسبة لمسألة الجناح اليمين. آآ طبعا اللعبة فيها آيكونز. تمام? فانا اللي ببالي. انا مشان يعني يكون الشغلة فيها واقعية نهو عن ما. نخلي مثلا كل موسم آيكونز. او كل فترة انتقالات. طبعا طبعا الموسم الواحد في فترتين انتقالات. ففي آيكون ببالي بما انهم واشستر يونايتد. رح ورجيكم ونشوف ازا ممكن نجيبه اولا. يا جماعة. اربعة وتسعين عاطينو. تخيل اربعة وتسعين وعمر واحد وعشرين سنة. واو يا الطاقات. شوف الطاقات انت عندك الكل شي كل شي فوت تسعين بتحس. واو. صراحة رهيب دايفيد بيكهم وبيع انه وهيك. وطبعا مثل ما قلت كل موسم بخلي آيكون. يعني هلأ ما رح جيب مليون آيكون. فاصلا هو يعني رح ندفع عليه كتير بظن. قداش بدي ادفع? او ماي جاد. سنتجاوز ميزانية الراتب السنوي الخاصة بنا. ما بقدر اصلا انتعاقد معه الان لانه. يعني جدا عالي الريتنج. فما بقدر ادفع كل هالمبلغ هاد. عندك مالديني مدافع. توتي رونالدينيو انيس تخلت بيكهم. عندك ديمارية. اثنين وثلاثين سنة عمره. مو نصيحة يعني. وبعدين جناب ريشلونج انا حيصار عاملينه سانشو. اووو. سانشو اخدوه برشلونجا? امتى راح برشلونجا? يا الله كان ممكن ان يفكر اتعاقد مع سانشو بس اخدوه برشلونجا. اثمانة ديمبليا امري ما خمسة واثمانين ريتنج بس انه جناح يسار. اوو. شرط الجزائع بس سبع واربعين مليون يا جماعة. واو والله كفزا هكت. قلينا قدم عرض لاثمان من محتمال للا تكون لديك اموال كافية. ميزانية الرواتب هي المشكلة يا جماعة صارت. طيب نحن تعقدنا مع لاعبين. لكن اللي ما فكرنا فيه انه نحن مين بدنا نبيع؟ مين اللعيب اللي مو محتاجينهم؟ رح نرتب حسب الريتنج ونشوف اللعيبة كلها اللي مالنا محتاجينها نقول لهم مع السلامة. طيب ماشي خليني ضيفه على قائمة الانتقالات. اوه جاينا عرض يا جماعة اصلا لنيمانيا متيتش و جاينا عرض لديخية من قتلتكو مدريد واو. مانيا متيتش ب 8 مليون بس قيمت اللاعب بالسوق اعلى من هيك. لينجرد جاي عرض لا 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 استغني عن لينجرد شو. لا لا مستغناء انهاء مفاوضات بس بس بس. لا لينجرد ما بيمباع. سطورة النادي بتكون تشتروه؟ طيب ديخية ما رح نبيعه. هو الريتنج عنده عالي يعني ازا بديعته بدي اضطر اشتري واحد ونضيع وقتنا على الفاضي. خلينا نشوف هل ديمبل اللي رح يوافع على الانتقال ولا لا او لازم نلعب مباراة ارسنال اول مباراة بالدورة فورا ضد ارسنال. انهم بالحقيقة خسروا يعني ضد ارسنال. لكن هون انا ما لدي الحقيقة انا بجلو جل. طيب هل ستشرك تعاقد جديد كيميتش في المباراة الافتتاحية رح لهم قد اشركه ها وهو رح يلعب بس يعني انا هيك مشان ارسنال ما يفكروا انه اوه رح يلعب اكيد. بس هيك هذا اللي بدون يسألوني عنو ما في مشاكل. خلص التشكيل هيك جاهزة رح نجرب نشوف كيف مساءهم. احنا ما عدلنا للآن بالهجوم لكن لسه ما زل في وقت بفترة الانتقالات وممكن انه انعدل بالهجوم. ليش لا؟ الالد في ترافورد يا جماعة. عحل الشي ببيس انه موجود الملاعب. هاي شغلة بحث ذات رهيبة. في فيفا يعني في ملاعب موجودة اوكي. بس كثير ملاعب موجود. ليك مجوهير شو هات؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول مباراة بالدوري الانجليز الممتاز. ضد. يعني. حكاً بل أنتي. يا بلشنا 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 زلم بالتحكيم. يلا 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 يلا. حط! يعيني عليك يا مارسيال الهدف الأول ولا توقعت الحارس رح يصده. وسطورة الله! يا ساتر. يعيني عليك يا فارون. والله فارون يا جماعة صخرة بالدفاع صراحة يعني. يا وحش. بسراحة. روح روح روح. يلا برونا. أوه الحارس يا الله. حلوة برونا حلوة ما أصر اصر. جي جي الحمد للله. 사نا يرأو مباراة إلا الدوري صح أن الفوص صعب كان بس. كنا كنا أفضل بكل أمانة. الحمد لله نفس النتيجة اللي فازوا فيها بس نحنا اللي فزنا يعني. فالهجمات كانت معنا حتى انه مهجب وصراحة الدفاع بعد ما جابت تفرواً ويدايفيس فارق غير طبيعا. وانا براية تعودت عن اللعبة بنفس الوقت. الفرق رادت علينا. خلينا نشوف هلوا وافقوا ولا لا بالنسبة لدمبلي عادة ممثل لعب ليقدم شروطهم يطلبون إضافة خيار مكافأة المشاركة طيب ما في مشكلة رح يكون كتير ممتاز صراحة دمبلي إذا جبته فمنقل له 47 مليون ماشي ما في أي مشاكل تعال يا عثمان دمبلي أعلان جائزة أفضل لعب بأوروبا لينغارد يلا جاهز حالك لا 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 عطولة ميسي بصراحة يعني هل أشوفوا جوائز ما بتحدد مستوى لينغارد صراحة ما حدا بيعترف بالجوائز لينغارد معروف شو هو بابدل جوائز حتى يعني يثبت أنه الأفضل بكل بساطة طيب هيك التشكيلة ممتازة بصراحة بالوقت الحالي ما هذا عندي ميزانية رواتب عندي ميزانية انتقال كبيرة بس ما في ميزانية رواتب إجا عروض الظاهر لبعض اللاعبين أو لا لأنه دمبلي ينضم للنادي أوكي في عرض جائل حارس لا مرح بيعولي أنه تقريبا إذا نصاب دي خيه ما عندي غير الحارس طيب عنا مباراة بالدوري دوري شو دوري ضد نادي لستر ستي هاي المباراة الثانية رحنا لعبها وبعدها بيبدأ اليوروبا ليج نحن ممتأهلين لدوري الأبطال منشستر مع أنهم الموسم الماضي تأهلوا منفروض منشستر لدوري الأبطال ليش مممتأهلينهم فران يا عيني عليك اموروا يا راكو بارنز يا راكو شكرا يا دي خيه والله قواية يا جماعة ليستر شو هاد قام بما هو عليه بطلوا مننا بالضبط ولكن حارس مار ما يتعلق من باستر يلا مرتد اوكي مرتد اذا هيك اذا هيك فعلا مرتد يلا يلا لا لا يا مارشيل يا تيز والله ما شكلي راح بيعه خلص وحش يا ديفيز يستعيد الكورة مرات أنا بديفهم ليش أوكي رضي يا يعيني عليك يا ديمبلي أصلي والله عليك من أول مباراة أول هدف كفو جيبه مكواير جيبه خلص أنا وسقط فيك أنك أحسن مدافع بالدوري الأنجليزي وبالعاق لسه ما حكيت عن نواع بالأرض ايو يا شباب شلع في هذا شيل 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 يلا يلا ماشي تعادل تعادلنا منيح والله منيح ليستر كانوا قواية بزيادة وبصراحة بيستحقوا الفوز أنا ما أجاني يمكن غير تزديدة واحدة سجلت منها هدف هذا آخر يوم بفترة الانتقالات يا جماعة فممكن أن نتعاقد مع لعبين زيادة ممكن لا فرح نبقى نشوف لكن الخطة بالوقت الحالي جيدة لعبنا أكثر من مباراة بداية جيدة للسلسلة تعقدنا مع لعبين جيدين لكن ما زلت محتاج اقتراحاتكم يعني مشان الحلقة الجاية نقدر نجيب لعبين زيادة ممكن الحلقة هاي ما طولت زيادة لكن ما بدي انهي فترة الانتقالات صراحة لازم يظل أنه في وقت يعني زيادة بفترة الانتقالات مشان نقدر ناخد اقتراحات يعني ونجيب بعض اللاعبين ففي شغلة بسيطة بس بدي أعدلها هذا ما بيلعب كابتن مين من حط كابتن ممكن دي خيه ممكن يعني دي خيه اي بيكون مني اوه ليك حتى لما حطيته كابتن صارت تناغم بين اللاعب عالي واو ما كنت بعرف هالشي بس انه اجت صدفة ماشي ما في مشاكل والله ما عندي مشكلة ابدا فشكرا لكم على المتابعة هي كنت نقدر انه وصل للنهاية طبعا مثل ما شفتون احنا باخر يوم بفترة الانتقالات محتاج اقتراحاتكن وانا بالنسبة للايكون مثل ما عدت لكم رح خلي كل فترة الانتقالات ممكن نتعقد مع ايكون او كل موسم تمام فاكتبوا لي من اللاعبين اللي حابين نجيبهم بالفترة الجاية واهم شي تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك اذا ما حطيتوا لايك وشكرا لكم على المتابعة وبس ذلك عندي ديوم في امان الله